أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام لقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد سقرة أوامره بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وقامت هيئة الإمداد والتموين بتجهيز وتعبئة 150 ألف حصة غذائية تضم مختلف السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بكل المحافظات كما تشارك إدارة الخدمات الطبية لقوات المسلحة ضمن المبادرة بإجراء أكثر من 220 عملية جراحية طبقاً للتنصيق مع وزارة الصحة بمختلف المجمعات الطبية والمستشفيات العسكرية لقضاء على قوائم الانتظار بالإضافة إلى دعم المبادرة بخمسين عربة إسعاف موزعة على مختلف المحافظات